أشهد أهالي قرية بني عامر التابع لمركز العدوى في محافظة المينيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي الذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المينيا والتي تستهدف تطوير 292 قرية و 757 عزبة وتابعا ونجعا ويخدم المجمع الخدمي 6 قرى و 15 عزبة وتابعا ونجعا في غرب مركز العدوى ويضم منافذ لجميع المصالح الحكومية ومنها البريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية مما ساهم في تخفيف التكدس بالمصالح الحكومية في المدن والخدمات المتاحة بالمجمع الخدمي هي البريد، السجل المدني، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الوحدة المحلية، الشهر العقاري، التومين وحاليا احنا شغالين المجمع شغال زي ما انتم شايفين والمواطنين بتأتي خدمات الوحدة المحلية والتومين والشؤون الاجتماعية ما بنادي في جميع الخدمات اللي كله مواطن يعني اي الشؤون والتومين والشرع عقاري كله بقى في مجمع واحد مدل ما نروح المركز وبتاع بقى هنا في الماجلس يعني اي حاجة عايزة نروبينها هينا اي مواطن ايجي يجد مسلطة وين على طول مش هل استغرق وقته ولا نتعم مواصلات ولا الاركم مواصلات ولا الكلام دي يعني ووفر لنا جهد وفلوس باردو مال يعني